قامت الهيئة العامة للبيئة اليوم باستكمال إجراءات التحقيق في حادثة التسرب النفطي التي وقعت مطلع أغسطس الماضي جنوب البلاد وترتب عليها تلوث في البيئتين البحرية والسحلية وعليه تم تحرير محضرين مخالفة لشركات النفطية المسؤولة عن الحادثة وفقا لنتائج البحث وجمع الاستدلالات وستقوم الهيئة العامة للبيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقا لأحكام قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 للحفاظ على البيئة من التعديات